نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي للصحافة الرياضية وتحديدا هنروح على مقر جريدة اليوم السابع حيث تتواجد زمالتنا العزيزة النورهان طماني اللي هتعرفنا على آخر المنشتات وأهم الأخبار التي جاءت صباح اليوم في كافة الصحف والمجلات الرياضية المختلفة وكذلك المواقع صباح الفل عليك يا نورهان اتفضلي يا صباح الخير يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان احنا هنا زي ما قلت يا كريم المقر جريدة اليوم السابع زي ما عودناكم نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم يمكن أول خبر معانا عن رقم قياسي جديد للبرتغالي النجم كريستيانو رونالدو من صحيفة روسيا اليوم بعد سلاسيته في شباك توتنهام رونالدو يتربع على عرش هدافي كرة القدم أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم طبعا منشستر سيتي أفضل هدافي كرة القدم في التاريخ في المباريات الرسمية بتسجيله هاتريك في مباراة أمس اللي انتهت بفوز منشستر يونيتد بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة اللي أقيمت ضمن الجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي كريستيانو رونالدو حقق خلال مسيرته 807 هدف يتجاوز الرقم القياسي اللي هو السابق طبعا 805 هدف واللي كان مسجل باسم النمساوي جوزيف بيكان وكان رونالدو كسر حاجز 800 هدف في أوائل ديسمبر الماضي بصنائيته أمام أرسنال تاني خبر معنا من جريدة أخبار اليوم ليفاندوفيسكي يحقق رقم قياسي في البوندسليج تعاد الفريق بيرن مينخ مع نظيره هوفنهايم في مباراة كانت شيخة جدا في الدوري الألماني أمس بهدف لكل فريق كانت ضمن منافسات الجولة 26 من البطولة ويمكن طبعا لليفاندوفيسكي نجم بيرن مينخ هو العادل النتيجة أمس بهدف لبيرن مينخ والهدف ده يعني يمكن طبعا حقق رقم قياسي من خلاله وأصبح الهدف رقم 17 ليه خارج الديار في البوندسليج هذا الموسم أما جريدة الشروق فكانت تكلمت عن ريال مدريد ومبابيه نجم فريق طبعا باريس سان جرماء الحالي طبعا كلا مبابيه بقاله فترة طويلة جدا أخبار كتير حوالين انتقاله إلى ريال مدريد وتحقيق حلم حياته منذ الطفولة ولكن الشروق نقلت عن ماركا الإسبانية قالت أن ريال مدريد كسف مفاوضاته مع اللاعب من أجل التوقيع في صفقة انتقال حر وأوضحت ماركا في تقررها أن النية في الفترة الحالية أن اللاعب يوقع قبل يوم الجمعة المقبل ولن يتم الإعلان قبل نهاية الموسم الحالي كمان خلينا نقول لكم أنه من المقرر أن يحصل اللاعب صاحب 23 عام على مكافئة توقيع تصل إلى 60 أو 80 مليون يورو بخلاف طبعا راتبه اللي هيكون في حدود 25 مليون يورو في الموسم الواحد أما بقى يعني طبعا مبارياتنا طبعا النهاردة معنا يعني النهاردة حد مليء بالمباريات في الدوريات الأوروبية واليوم السابع مواجهات قوية في الدوريات الأوروبية اليوم اليوم السابع ذكر في تقريره أنه هتقام إن شاء الله طبعا العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة وعلى رأسها واجهت أرسنال ضد ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي وبرشلونا ضد أسسونا في الدوري الأسباني خلينا نفكركم بمواعيد المباريات أهم المباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والأسباني الساعة أربعة العديد من المباريات هيواجه تشيلسين نيو كاسل واستهام هيواجه أسطن فيلا وليتز يونيتند هيواجه نوريتش سيتي وساوس هامتون هيواجه واتفورد وإيفيرتون هيواجه ويلفر هامتون أما أرسنال وليستر سيتي هيبقى ساعة ستة ونص مساء وطبعا في دوري الأسباني برشلونا هيواجه أسسونا الساعة عشرة دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع شكرا لكم جدا وأعود إلى الاستوديو ده إحنا لبنشكورك جزيل الشكر على هذه التغطية الصحفية المميزة زمنتنا العزيزة النورهان طمان شكرا جزيلا لكي